أهلا بكم سنة 6 ابتدائي في درس جديد من دروس مادة العلوم هنشرح إن شاء الله مع بعض الدرس السالس من المفهوم الأول الخلية كنظام الفصل الدراسي الأول على قناة العلم والمعرفة مكونات الخلية هندرس مع بعض حبابي تصنيف الكائنات حسب عدد الخلايا يعني إيه؟ يعني إن العلماء أسموا الكائنات الحية حسب عدد الخلايا إلى نوعين النوع الأول اللي هو كائنات وحيدة الخلية يعني إيه كائنات وحيدة الخلية؟ دي كائنات بسيطة كائنات إيه؟ بسيطة بتتكون من خلية واحدة زي إيه؟ زي البكتيريا يبقى إذن البكتيريا دي كائنات إيه؟ كائنات بسيطة بتتكون من خلية واحدة النوع الثاني اللي هي إيه؟ كائنات عديدة الخلايا يعني إيه عديدة؟ يعني كثيرة يبقى إذن كائنات كثيرة الخلايا أو عديدة الخلايا ودي كائنات معقدة طب يعني إيه معقدة يا أستاذ؟ هقول له يعني بتتكون من خلايا كتير جدا ودي ممكن تصل الى مليارات الخلايا زي ايه زي النباتات والحيونات يبقى اذا النباتات والحيونات دي من ضمن ايه من ضمن كائنات عديدة الخلايا طب البكتيريا من ضمن كائنات وحيدة ايه وحيدة الخلايا مستويات تركيب جسم الكائنات عديدة الخلايا زي الانسان او الحيوان احنا قلنا ان الانسان او الحيوان ده يعتبر من ضمن كائنات عديدة ايه؟ عديدة الخلايا وده طبعا بيتم تنظيم تركيب معظم اجسام الكائنات الحية عديدة الخلايا في خمس مستويات يبقى اذا كم مستوى؟ خمس مستويات يبدأ بايه؟ اول مستوى اللي هو الخلية وده يعتبر اصغر وحدة بناء لجسم الكائن الحي سواء كان انسان او ايه؟ او نبات او حيوان تمام كده؟ ده اول ايه؟ مستوى تاني مستوى اللي هو ايه؟ النسيج والنسيج ده بيتكون من ايه؟ يتكون من مجموعة خلايا مع بعضهم متشابهة في الشكل وفي الوظيفة بيكونولي النسيج يبقى نعرفت اول حاجة اللي هي الخلية او المستوى الخلية تاني مستوى اللي هو ايه؟ النسيج تالت مستوى اللي هو العضو وده بيتكون من ايه؟ من ارتباط مجموعة من الانسجة مع بعض يعني مجموعة انسجة مع بعضهم بيكونوا ايه؟ بيكونوا العجوة ثم بعد ذلك الجهاز والجهاز ده بيتكون من ارتباط مجموعة من الأعضاء مع بعض بيكونوا الجهاز زي مثلا زي الجهاز الهضمي ده بيتكون من المعدة والمريء والبلعوم والأمعاء الضقيقة والأمعاء الغليزة يبقى دولة اسمهم أعضاء كونوا لي جهاز يبقى إذن الجهاز ده بيتكون من ارتباط مجموعة من الأعضاء معا واخيرا اخر مستوى اللي هو الكائنة الحي وده بيتكون من ايه من مجموعة اجهزة تعمل معا يعني الكائنة الحي بيتكون من مجموعة اجهزة وليكن زي الانسان اجهزته ايه جهاز الدور الجهاز التنفس الجهاز الهضم الجهاز البولي تمام كولد اسمه ايه اجهزة بتعمل معا تعمل ايه معا يبقى نعرفت أن الكائن الحي يتكون من مجموعة من الأجهزة التي تعمل معنا خلايا الكائنات عديدة الخلايا يعني الكائنات عديدة الخلايا اللي هي زي الحيوانات والنباتات بتشترك في أن معظم هذه الخلايا بتحتوي على حاجة اسمها عضيات إيه هي العضيات؟ دي عبارة عن تراكيب داخل الخلية نفسها هذه العضيات لها وظائف خاصة يبقى نعرفت كده هوت أن بتشترك خلايا النباتات والحيوانات في أن معظمها بيحتوي على إيه؟ عضيات والعضيات دي عبارة عن تراكيب داخل الخلية نفسها وهذه العضيات لها وظائف إيه؟ وظائف خاصة كمان في حاجة تاني بتشترك في أن لها نواة ودي إحدى العضيات وتعتبر مركز التحكم في باقي العضيات يعني إيه الكلام دوت؟ يعني النواة دي عبارة عن عضية داخل الخلية نفسها داخل الخلية إيه؟ نفسها ودي تعتبر مركز التحكم في باقي مكونات الخلية الحاجة رقم تلاتة اللي بيشتركوا مع بعضيهم الخلية النباتية والحيوانية بتشتركوا فيه؟ في أن كل منهما لها غشاء اسمه غشاء الخلية ودي اعتبر غشاء بلازمي يحمي الخلية وينظم ما يدخل إلى الخلية تاني يبقى الخلية الحيوانية والخلية النباتية بيشتركوا في إيه؟ بيشتركوا في أن لهم غشاء اسمه غشاء الخلية او غشاء بلازمي وده بيحمل خلية وبينظم ما يدخل الى الخلية الحاجة اللي هي مشتركة مع بعض في الخلية الحوانية والخلية النباتية اللي احنا بنطلق عليها خلايا الكائنات عديدة الخلايا السيتوبلازم والسيتوبلازم ده عبارة عن سائل داخل الخلية وده بتسبح او تعوم فيه العضيات اللي هي مكونات الخلية اللي هي النواة وغشاء الخلية كل اللي موجود داخل الخلية ده موجود داخل السيتوبلازم الذي تسبح فيه هذه العضيات اقول تاني بسرعة يبقى اذا بتشترك الخلايا النباتية والخلايا الحوانية في ان معظمها بيحتوى على عضيات بتحتوى على نواة وغشاء الخلية والسيتوبلازم فيه سؤال مهم بيقول ايه علل بيختلف العضو عن العضية احنا بنقول ان العضو اكبر بكسير جدا من العضية وقلنا ان العضو ده عبارة عن ايه مجموعة انسجة مع بعض ده مرتبطة معا ده بالنسبة للعدو زي مثلا المعدة ده عضو مكون من ايه مكون من مجموعة انسجة مرتبطة معا وبيقد العضو وظيفة معينة يبقى العضو مثلا المعدة وظيفته ايه وظيفتها هضم الطعام مثلا تمام كده لكن العضية ده تركيب داخل الخلية تركيب داخل ايه الخلية ده بيؤدي وظيفة خاصة يبقى من الكبير الكبير العضو طبعا لان العضو ده بيتكون من مجموعة انسجة والنسيج الواحد بيتكون من مجموعة ايه مجموعة خلايا لكن العضية ده جزء في الخلية جزء فيه في الخلية يبقى انا عرفت الفرق بين العضو والعضية ملحوظة مهمة جدا بيتكون جسم الانسان من حوالي اربعين تريليون خلية كم؟ اربعين تريليون خلية وبتتميز الخلية النباتية بان لها جدار خلوي يتكون من السليلوز تاني يبقى الخلية النباتية بتتميز بان لها جدار ايه؟ جدار خلوي بيتكون من السليلوز وجسم الانسان بيتكون من حوالي اربعين تريليون خلية الخلايا المتخصصة في الكائنات الحية ايه هي الخلايا المتخصصة؟ دي خلايا بتؤدي وظائف محددة موجودة فيه الانسان او الحيوان او النبات زي ايه مثلا؟ دي موجود في الحيوان والانسان زي خلايا العظام وخلايا الدم وخلايا العضلات دي موجودة فين؟ فيه الحيوانات والانسان فيه كمان خلايا موجودة فيه النباتات خلايا دي بتقوم بعملية البناء الضوئي او تجميع المياه والعناصر الغذائية يبني كده عرفت ان فيه خلايا متخصصة سواء فيه الحيوانات او فيه النباتات وعرفت يعني متخصصة؟ يعني بتؤدي وظائف محددة بتؤدي وظائف ايه؟ محددة يعني مثلا وظيفة خلايا العضلات غير وظيفة خلايا الدم غير وظيفة خلايا العظام كل خلية متخصصة فيه وظيفة معينة يبني افهمت كده هوت الخلايا المتخصصة نشاط رقم 8 وظائف مكونات الخلية جميع الخلايا بتشترك في بعض الخصائص المشتركة يعني معظم الخلايا بتحتوي على ايه؟ على غشاء وبنسميه طبعا غشاء الخلية والسيتوبلازم والنواة والميتوكندرية طبعا عايزين نعرف بالنسبة للخلية الحيوانية ده شكل الخلية الحيوانية هو زي ما احنا شايفينه قدامنا ودي النواة ودي كمان الميتوكندرية وهناعرف وصف كل عضية من العضيات دي تمام؟ ووظيفتها ايه؟ وكمان ده السيتوبلازم وأخيرا ده غشاء ايه؟ غشاء الخلية المكونات الرئيسية للخلية الحيوانية طبعا هنعرفين ان الخلية بتتكون من عضيات اول عضية اللي هو غشاء الخلية طب نوصف زي غشاء الخلية؟ غشاء الخلية هو البطانة الخارجية للخلية ده البطانة الخارجية ليه؟ للخلية طب لي وظيفة؟ آه طبعا لي وظيفة إيه هي الوظيفة بتاعة غشاء الخلية؟ ده بيتحكم في المواد اللي بتدخل إلى الخلية أو التي تخرج من الخلية في مواد بتدخل إلى الخلية آه طبعا هو اللي بيتحكم فيها مين؟ غشاء الخلية لأن ده يعتبر الصور اللي بيحيد بالخلية نحن نعتبر أن الخلية دي زي مدينة وحوالها صور هو الذي يسمح بدخول أي حاجة جوة الخلية أو أن أي حاجة تطلع من بره الخلية يبقى إذن ده يتحكم في المواد التي تدخل إلى الخلية أو تخرج منها كمان يتميز بالنفاذية الاختيارية يعني النفاذية الاختيارية ده يعني معناها أنه يسمح لبعض المواد أن تمر من خلاله يعني تدخل إلى الخلية وما فيش أي حاجة بتخش إلى الخلية إلا من خلال غشاء الخلية وممكن أن هو يمنع بعض المواد من الدخول إلى إيه إلى الخلية يبقى أنا عرفت كده وظيفة غشاء الخلية ووصف غشاء الخلية أول تاني غشاء الخلية وصفه إيه ده البطانة الخارجية للخلية وظيفته ده بيتحكم في المواد اللي بتدخل إلى الخلية أو تخرج من الخلية وده بيتميز بالنفذية الاختيارية يعني ايه يعني يدخل المواد اللي على مزاجه ويطلع المواد اللي ايه اللي على مزاجه برضه عشان كده تسموها ايه النفذية الاختيارية طيب بالنسبة لتانعضية اللي هي السيتوبلازم والسيتوبلازم ده احنا قلنا ان ده سائل هلامي داخل الخلية ده السائل زي المية تمام كده بس بتوبها موجودة فين موجود داخل الخلية نفسها وده بتسبح فيه جميع مكونات الخلية النواة ودميتوكندريا وكل اللي موجود فين في الخلية ده بالنسبة لوظيفة السيتوبلازم طيب تالت عضية اللي هي النواة والنواة دي تعتبر مركز التحكم في الخلية زي ايه زي المخ في الانسان او في الحيوان ده يعتبر مركز التحكم نفس الكلام بالزبط النواة دي مركز التحكم في الخلية تتحكم في كافة أنشطة الخلية طيب أنشطة الخلية دي زي ايه زي تكوين البروتينات وكمان الانقسام لتكوين خلية جديدة لأن النواة هي اللي بتنقسم أول ما تنقسم بتكون لي ايه بتكون لي نواة جديدة يعني النواة الواحدة ممكن تنقسم طب 2 وال2 يبقى 4 وال4 يبقى 8 وهكذا يبقى إذن عرفت أنا كده عضية النواة دي تعتبر مركز التحكم في الخلية زي المخ في الإنسان كمان دي بتتحكم في كافة أنشطة الخلية زي تكوين البروتينات والانقسام عشان تكون خلية جديدة رابع عضية اللي هي الميتوكندرية الميتوكندرية دي تعتبر وصفها مراكز الطاقة في الخلية هي اللي بتنتج لي الطاقة هي اللي بتنتج لي ايه الطاقة طيب الوظيفة تمد الخلية بالطاقة اللي بيحتاجها اللي بتحتاجها إيه الخلية لتستمر في العمل يبقى إذن دي بتمد الخلية بإيه بالطاقة دي من الوظائف الميتوكنديريا تمام كده كمان بيحدث فيها التنفس الخلوي وإيه هو التنفس الخلوي اللي هو استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية في الطعام لأن الطعام بيدخل إلى الخلية الخلية موجودة فيها الأكسجين فبيتحد الأكسجين مع الطعام عشان ينتج الطاقة داخل الخلية من اللي بيعمل كده؟ الميتوكنديريا تمام كده حبابي؟ يبقى كده إحنا عرفنا المكونات الرئيسية كده حباب قلبي عرفنا المكونات الرئيسية للخلية بتمنى عمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد وإلى اللقاء حبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته